للمزيد من المتابعة يحضر معنا مباشرة القضي السابق وأستاذ في القانون الخميسية الثامنية صباح الخير سيدي كما يحضر أيضا معنا سيد سالح العوى رئيس نقابة الأطباء العامون صباح الخير سيدي يعني بعد اجتماعهم لأزيد من تسع ساعات مع الوصايا الأطباء المقيمون يعني يقررون مواصلة الإضراب ربما في رسالة واضحة أنه عودة الهدوء للقطاع لن يتم إلا بالتكفل الفعلي بالانشغالات ربما بداية تقييمكم لتعامل اللجنة القطاعية مع إضراب الأطباء العامون شكرا أولا أنا ما قدرش نقيم العامل اللي راح يتم بين هذه اللجنة ونقابة المضربة لأنه ما نشاركين يعني مباشرة في هذا النقاش ولكن نظن بكلام بتاعي يعني يكون موزون شوية أنه هذه اللجنة ما راح تتوصل إلى حل للمشاكل اللي يتخبط فيها القطاع لأنه هذه المشاكل متعددة لأسباب وتمس مختلف شرائح اللي راح تعمل في المنظومة الصحية كانت فيه جلسات من قبل وكانت فيه رسم خريطة الطريق اللي كانت باش تصلح القطاع على مختلف المساويات وفي مختلف الجوانب ولكن من مدة الجلسات هذا كلا يومين هذا عدم إصدار قانون صحة اللي راح يخلي باش نطلقوا فيه إصلاحات جوهرية والتسارع حول مصالح تعكل الأطراف خلها باللي اليوم ما فيش حلول وربما راح تتفاقم الأمور وتزيد تعقيدا في المستقبل يعني ربما هناك ايضا اجتماعين يوم مقبيلين يعني ربما سيتمخضان عن قرارات ترضي جميع الأطراف شوفي كان مدة شهرين والإضراب هذا قائم بالك في البداية كانت مطالب ربما خمسة ولا ست مطالب اليوم تصبحوا في ثلاثين ولا أكثر من ربعين مطلب يعني يرفع سقف مطالب يرفع المطالب لهذا لأنه كلما نطوله في معالج القادية كلما الأزمة تزيد واش خلانا نوصله حتى الشهرين باش ننصبه اللجنة ونطرقه إلى هذه المشاكل هي في الحقيقة قديمة مثل الخدمة المدنية مثل ضروف العامل مثل الساكن الوظيفي مثل كل هذه هي حقوق مشروعة ونظلم إذا كان ما توفرت الشروط الطبيب ما راحش إذا كانت هذه المطالب قديمة كما قلت سيد لاور لماذا هذا التوقيت بالذات يعني مطالبهم هي قديمة لماذا ربما لم يتم الحديث عنها فيما قبل لماذا هذا وربما حتى التمسك بمطالبهم يعني حتى مواصلة إضراب حتى عقبة اجتماعهم مع اللجنة القطائية لا هو المشاكل لما تتراكم مشكلة يزيد مشكلة على موقع الانفجار بطبيعة الحال إذا كان إحنا كان عقبة رسلوا للسلطات الصحية رسلوا للوزارة الوصية إذا كان فيه تماطل أو تباطل في أخذ في أخذ بعض اعتبار الحلول الحقيقية للمشاكل التي تخبط فيها القطاع بطبيعة الحال بعد سنوات يوقع فيها الانفجار لما نشوفوا الآن لما نهضروا عن عدم رفع الأجور هل من المعقول أنه اليوم نبقى ونعملوا بالأجور تاع سنوات 2000 لأنه ما هوش نفس الوضع الاقتصادي ما هوش نفس الوضع الاجتماعي اللي كان يعني ممكن نتقبلنا به في سنوات معينة اليوم ماشي مقبول لما الآن نرسله طبيبي للخدمة المدنية العلم التوضيح على حساب كل المعلومات اللي رأي عندنا واللي إحنا قدمنا الدعم لنقابة هذه المضربة أنه ما همش يرفضوا الخدمة المدنية رأهم يرفضوا شروط تأدية خدمة الخدمة المدنية سننضي الحديث عن هذه الشروط ومطالب الأطباء المقيمين نعود لك الأستاذ عثمية المحكمة الإدارية قضت ببطلان وبعدم شعية الإضراب مثل ما حدث أيضا في قطاعات أخرى مست قطاع الصحة شبه الطبي التربية والتعليم والنقل الجوي بداية كيف تبطل المحاكم الإدارية شرعية هذه الإضرابات على ماذا تستند؟ هو في الحقيقة بالنسبة لممارسة الحقوق عندما نتكلم من الناحية القانونية القوانين لما تكرس حق لشخص معين معنى هذا أنها تعطيه السلطة في ممارسة هذا الحق أنه يمارسه ولكن فقط أنه يمارسه دون تعسف هذا هو القيد الوحيد الذي يمكن أن يوضع على ممارس الحقوق لأنه إذا عندي حق أنا في مسألة في شيء ما يفترض أن ينمارس هذا الحق أنتعي لأن القانون سمح لي بأن ينمارسه والإضراب حق بالنسبة للعامل حق اللجوء إليه كأسلوب نهائي أو أخير لفضل نزاع معين عجزة عجزة كل القنوات على حله هو حق هذا يعترف به القوانين الدولية والقوانين الوطنية وتعترف به للعامل ولكن على العامل أيضا أنه لما يمارس هذا الحق حق الإضراب أنه يمارسه دون تعسف ولما نتكلم على التعسف وش معنى؟ هو أنك تمارسي حقك في الإطار القانوني فقط لما نمشي للإطار القانوني القانون حدد شروط معينة وخطوات معينة على العمال أو النقابات اللي يتبعوها إذا عندهم نقابة أو ينتميوا إلى نقابة أنهم يمارسوا حقهم هذا في هذا الإطار الشلايا لهذا الإطار القانوني وإلا اعتبر إضرابهم باطل هذا مش يتم على مستوى المحاكم الآن بغض النظرة على كون هل الحكم انتع المحكمة التأسس على نقطة مع أو أصاب أو أخطأ أو كين مجلس الدولة اللي يقدر ينظر هذه مسألات تعلق بالقاضة لا نقدر نقشها ولكن نقول أن القضاء يعتمد بالأسس على مدى احترام النقابة أو العمال المضربين للشروط القانوني لحددها القانون لما نرجع للشروط وش هي الشروط لما نتكلم على الإضراب نقول أنه يفترض أنه فيه مساعي وولية تم بين النقابة وبين الإدارة من أجل تفادي الإضراب لأن القانون لما تكلم على الإضراب قال اللجوء حق اللجوء الإضراب ما هو مرحلة أولى فيه تواصل مع الإدارة طرح إنشغالات تدخل وساطة إذا وجود مفتشية العمل موجودة في الجلسة لأجل تقديم اقتراحات لأجل تقريب وجهات النظر بين العمال وأصحاب العمل من أجل حماية مصلحة الطرفين هذه الإجراءات تكون سابقة لما تعجز كل هذه الإجراءات معنى هذا أن العمال سيتجهون إلى الإضراب عندما يقرر العمال اللجوء إلى الإضراب كانت إجراءات قانونية أخرى ما هي؟ هي أولا أن يكون هذا الإضراب مطالب به من طرف إما عمال مش منتمين وإما نقابة معتمدة النقابة المعتمدة لما نتكلم عليها في القانون هي النقابة التمثيلية لـ 20% على الأقل من العمال هي النقابة التمثيلية معناها لعندها 20% من عدد العمال التي تعتبرها نقابة تمثيلية أما الاعتماد هذا هو تقرير لواقع المفروض لما تكون تمثيلية هذا الاعتماد هو إجراء إداري بسيط وبالتالي ما تقدرش نقوله ثاني نحتج بعدم الاعتماد من أجل أن نقول نقابة ما تقدرش تطالب لا النقابة التمثيلية هي يفترض أن الاعتماد متاحل سهل جدا لأنه عمل إداري بالإضافة إلى هذا الشرط أيضا فيه شرط أنه يكون فيه جمعية هامة للعمال وأنه يكون فيه اقتراع سري للعمال وأن العمال يوافقوا بالأغلبية على الإدارة عندما يوافقوا العمال بالأغلبية على الإدارة هناك إجراء آخر إتم وهو إشعار صاحب العمل نخطره ونعطيه له مهلا نقول له بالليران ندلنا مع كل المحاولات وما جابتش نتيجة رانا باش قررنا باش ندخلوا في إدارة في خلال على أقل مدة ثمانية أيام نعم أستاذ أثنية يعني لإثراء النقاش يالتحق بيعنا عبر الهاتف السيد غاشي لونس رئيس نقابة الجزائرية لشبه الطبيين صباح الخير سيدي صباح الخير نعم يعني في ظل بطلان وإقرار عدم شرعية الإضرابات حتى أنه نقابة شبه طبي يعني تقرر بعدم شرعية إضرابكم اليوم ثم كنقابات للمطالبة بحقوقكم ما هو ربما الخيار الصحيح أمامكم في ظل يعني عدم شرعية هذه الإضرابات حسب المحاكم الإدارية صباح الخير بسم الله أحمد نراهيم وهذا وهذا وإحنا نتكلم بها ثم الوزاة الصحيح لهذا نتخلنا في إضراب وكما كلنا عملنا كل شيء قانونية وإحنا نقابة ذات طبيعة الحال معتمدة وإجراءات لازمة إجتماعاتها من جزء الوطن وإشعار بالإضراب وعندنا هذا من 15 يوم ماشي 8 أيام هذه لازمة كل إجراءات قانونية ما عملناها كما لازمة الحال ولكن هذه إجراءات الميزات الصحية كل مرة كل إضراب هذا ما هو الإضراب اللي نعملها هذا ما ندعنا وعتبع إضرابات وهذه هي التجري العدالة لتما كم يقول لك لباش تبغى نفسها أولا تخذ من المسؤولية تحاولها 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 هي الحقيقة لازم يكون حوام طارق تكون نقابة معتمدة يكون حوام مسكوعة كل وقت باش ما الناس مطرحش باش نقابة مرحوش الإضراب وهذا ما نحن يزل لخرجنا الإضراب هذا كم يقول لك نعم أنتم تتمسكون بمواصلة الإضراب رغم الإقرار بعدم شرائتها نعم إضراب هذا ثلاثة أيام ما وقفنا اليوم ما وقفنا نحن اليوم ما نحن في إضراب فعليات الحال ما نحن في إضراب اليوم الخميس ما نحن في إضراب ولكن أسبوع الجاي كان إجراءات أخرى اللي نحن نخذهم مع من الجسر الوطني ورح يقرر ورح يقرر ورح يتعود إجابة الإضراب آخر ونضمه للوزر الصحة باش تفتح الحوار وتحل المشاكل اللي يراهونا في الميدان نعم سيد لونيا سغاشي رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة أعود لك سيد لاورا نشوف أن تنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين رفعت من سقف المطالب يعني أربما هناك أيضا مطالب تعتبر تعجيزية لأنهم ربما طالبوا الاستيجابة لتعويض شهري يقدر ب60 مليون سنتين بينما للمدين للخدمة المدنية ربما في هذا المطالب هو مطلب تعجيزي أنا على حساب اللائحة اللي قدموها واللي رأي عندي ما شفت هذا المطلب بتاع 60 مليون تفاجأت لما هي كانت من بين المطالب المرفوعة خلال احتجاجهم تفاجأت لما شفت هذا المطلب ولكن بغض نادر عن المطلب يعني المادي نظن لازم كونوا صراحاء ونهضروا لغة الحوار ونحن ندينا الحوار والرجوع إلى طويلة الحوار هو الحل ما شف العنف ولا في التعصب ولا فيه هذا ما متفق عليه اللي لازم متفق عليه لازم قدموا حلول حقيقية للمريض ما شفوا حلول ترقيعية لما نقوموا باقتراح العامل التكملي للطبيب المختص لما يمشي المناطق النائية وش راح يعمل يقولوا دير لطن كمبليموتر كما يسمي يخبرك لطبيب يروح عنده يومين في القوة يروح في القيطاع خاص معنى تها المريض للمستشفى يقولوا اليوم ما نقدرش نشوفك هر واحد نهار الخميس ولا نهار الاربع في اليومين هدو هنا قدمنا حل خاطئ لمشكل حقيقي وهنا لما نقرر بحلول ترقيعية لمشاكل حقيقية راح نجر مختلف للشارع الأخرى باش طالب نفس المطلب يقول لك هنا ما ندهي نالاكتيفيتي كمبليموتر تمدهل هذا لما لها ما تمدهل مختلف الممرض وتمدهل طبيب العام وطبيب الخاص وطبيب المقيم إلى كل الشارع وهنا كسرنا كل ما تبقى من المنظومة صحية لهذا يجب الرجوع إلى طويل الحوار وإيجاد الحلول المنطيقية واللي قادرة الدولة تقدمها وسلطة تقدمها في عجالة كما يقولون هي في متناول السلطات وكذلك في طرف الآخر نقابة لتمثل المقيمين كين مطالب اللي على بالهم وكل الناس على بالهم بل اللي ما يقدرون يتحصلوا عليها يعني للوصول للحلول التوافقية بين جميع الأطراف ربما ما هي المطالب التي يجب إعادة النظر إليها بشكل استعجالي بشكل استعجالي هو أولا لما نقول الخدمة المدنية لما يمشي الطابب وهو في الحقيقة اللي يروح مشي الطابب الجديد هو طابب اللي يكون عنده الخبرة لأنه هذا الجديد نزيد نبعته هنا للمنطقة نائية يبقى معزول لكن ما علش إذا كان هذا الطبيب بعتناه لازم كيوصل تم يصيب شروط الشروط الإشريمائية تكون متوفرة الساكن ولكن الساكن يكون إيكيبي ما تعطي لأنه ساكن بدين بسانس إيكيبي يروح يشري هو كل شي يمجيب هو هذا يبدأ يعمل ما عنده إمكانيات ثانيا فيما يخص النقل الترانس بار كين بعتونا التامرة ستدقرة تحصفر تدير 30 ألف دينار إذا كان نزوج 60 ألف إذا كان عنده درار يدير الحساب الشيء الثالث يروح يعمل في المستشفى إذا كان ما عنده بلاتو تيكنيك يبقى واش يبقى يدير إذا كان ما عنده الإمكانيات التي تجعله يشتغل المهنة في ظروف التي تجعله يؤدي خدمة يعني ذات نوعية إلى المريض وما أصبح أنا من تامر هذا الطبيب يعود يبعط المريض إلى المدر الكبرى أو إلى العاصمة هذه شرط سهلة يعني هذه ربما من أخذ المطاب على الأقل يجب المضاف إذا كان مثلا في هنكوبل من زوجين واحد عنده اختصاص أو حتى في ميدانين مختلفين لا يمكن أن يفرق بين عائلة لازم هذه العائلة ترح تمشي يسوى الرجل يمشي مع الزوج ولا الزوج يمشي مع الزوج الذي نبعتهم يشتغلوا في مكان وين العائلات تكون مع بعض هذه مشاكل التي قادرين الحل سيكون سهل رفع لزان ديمنيتي لزان ديمنيتي سي نورمال لا يقدرون واحد نقول نعطيه النفس الراتب كما واحد يشتغل في المدن الداخلية ولا في المناطق نائية نائية لما نشوف كذلك نقص في الأخور نشوف في بعض الحالات عادل المنوابات التي يقوم بها طبيب مرتفع جدا مع القانون يقول لك من تعداش عشر منوابات في الشهر في بعض الحالات نسيبه لأنه مجبر يسيب روحه وحده مثلا جراح في مستشفى كين هو أو زوج يديره 15 المنوابات الليلية هذا يرهق هذا بعد المشاكل اللي ممكن يعني يعادة نظر فيها يعادة نظر فيها بسرعة كين مشاكل أخرى اللي ممكن اللي جان إعادة نظر فيها ربما لاحقا نعود لك الأستاذ عثامنيا الأطباء المقيمون أمام حكم قضائي يلزمهم بالعودة إلى منصب العمل كل متخلف عن منصبه اليوم يعتبر في وضعية غير قانونية لجوء الوزارات إلى هذه الطريقة إلى المحاكم الإدارية ربما رح يمكن أنه يقدر يضح حد لهذه الإضرابات نشوف أن النقبات تواصل الإضراب رغم عدم شرعية هذه الإضرابات بحسب المحاكم الإدارية بطبيعة الحال مسألة الإضراب هي ربما كما تفضل هو علاجها أبعد من القضاء وربما تعالج بطريقة أخرى أفضل لأن القضاء سيراقب مدى احترام الإجراءات بالنسبة لممارس الحق وسيقدر تبقى سلطة تقديرية للقضاء هل أن لا الإضراب بفعل المشروع أو غير المشروع هي سلطة تقديرية للقضاء يقرر القضاء عدم مشروعيتها ولكن هل تقرير القضاء عدم مشروعية الإضراب هل المشكل إحنا أمام مشكل جدي إذا كنقلنا أنه مثلا فيه شريحة من المجتمع الجزائري اللي هو ملقى طباء واللي يمكن اللي يحترم وقدموا خدمة عمومية للمواطن الجزائري عندهم مشكل جدي ربما يرفعوه ويحبوا واحد يتحاور معهم فيه ويتناقشوا فيه وباش يلقوا حلول من أجل لأنها راحتهم راحت الطبيب أيضا هي من راحت المريض راحت الطبيب من أجل تقديم خدمة في المستوى اللي يتطلبها للفرد الجزائري راحت الطبيب تعني راحت المجتمع الجزائري إذا ما يجب ننكرها إذا كان فيه مطالب مهنية جدية لما لا أنها تكون مطروحة للنقاش لإيجاد حلول جذرية ليس لتقرير مشروعية الإضراب من عدم مشروعية الإضراب قد يختلف إثنان في هل هو مشروع أم لا ثم أنها المشروعية بالنسبة للإضرابات عموما يمكن أن نعطيها نشبهوها بالحروب كي ندي في بعض الحرب المشروع أو الحرب الغير المشروع هي الحرب حرب ستحدث دمار شيئا أما بين الإضراب هو حل مضر لصاحب العمل للإدارة وللطبيب وللمضرب ضرر لجميع الأطراف ولكنه هو بديل هو وسيلة ضغط من أجل إيجاد حلول عند عجز كل الطرق الممكنة القانونية الودية لإيجاد حلول نرجع إلى الإضراب لا يخدم أحد الإضراب حتى أن القانون لما حدد الإضراب كان شرائح منحها من الإضراب على الإطلاق منهم القضاة ورجال الأمن كان فئات وين قالهم لازم تقدروا تقدروا الإضراب كما الأطيبة ولكن تضمنوا لحد الأدنى نشوفنا في الشريط أنه بالنسبة ثم كان فئات أخرى لما يتكلل القانون يمدلها حق الإضراب يقول لهم مرسو في إطار قانوني ولكن يبقى أنه الإضراب مذر الحل الأحسن أو الأمثل هو كيف أننا نعطي خوار جدي أننا ندرس مشاكل قطاع نقول مشاكل قطاع لأن الصحة هي قطاع كبيرة في الجزائر كما التعليم العالي كما شأننا شأن كل قطاعات أننا نتعمق في البحث لإيجاد حلول جدرية لمشاكل قد تعيق الخدمة الصحية في الجزائر هذا هو الجواب الجيد ما هو تقرير المشروعية من عدم المشروعية من سيستفيد ثم أن هل تقدير المشروعية نهائي قد يختلف فيه إثنى ممكن مجلس الدولة يقول لا يقول أن هذا التقدير ليس صحيح ثم أنه إذا كان نقيم المشروعية من الناحية الإجرائية يعني هل احترمت الشروط الإجرائية لنستعليها القانون أما من الناحية الموضوعية ما نقدر لنقيمه الإضراب الطبيب الآن يقول أنا عندي دخل ما يكفي باش نعيش عيشة كريمة هل نقول له لحنا لابسيف لازم تعيش هيك فيك هل نقدر نقدره نقدره ونقول له بلي لارك لارك في بضعية جيدة لما يطلب منحة معينة هل نقدره نقيمه وربما قطاع الصحة له لوقت القيم قطاع الصحة مع الأطباء اللي ممكن يوصلوا إلى تقييم ويوصلوا إلى حلول معتدلة حلول وسطية ممكن شو الطلبات تعجيزية اللي ترفض ولا يتقبل الطلبات القانون في الإضرابات شرط أساسي أن تكون مطالب مهنية مشروعة لما نطالب بطلبات غير مشروعة هل هي سترفض سواء من الإدارة أو حتى من النقابة النقابة المعتمدة والنقابة التمثيلية الحقيقية ترفض الطلبات تعجيزية وتتبنى طلبات المعقولة الموضوعية اللي تفيد العامل أو الطابق يعني من خلالها توصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف نعم نعود لك سيد لاور يعني تنسيقية أشارت أن الإدراب استوفاج ضمان يعني شرط ضمان الحد الأدنى للخدمة الصحية لكن يعني كما شاهدنا في التقرير منذ البداية حسب تصريحات المرضى هناك مواعيد تم إلغاؤها هناك مواعيد تم ربما تأجيلها يعني حتى مصلحة يعني السرطان بمستشفى باشا تشهد بعض الإضطرابات يعني اليوم نشوفوا أنه الأطباء المقيمين لم يلتزموا يعني بسرعة دقيقة بهذا الشرط إذن لا نقدروا قولوا هذا أنا نقول مدام الإضطراب في مدة شهرين ومعصرات حتى حديثة والحمد لله وما تمنى وش باش تصراب بللي هذه المشاكل ما لازمش نأوله إحنا يا شوفي الإضطراب لو قالها الأستاذ وانا متفق معه ما هو في صالح حتى طرف لا والضحية الأولى يبقى هو المريض باش نتفهمه مليح لكن الآن كان مشاكل حقيقية يجب تطرقي لها بطريقة موضوعية وبعقلانية وأخذ باعتبار المطالب الشرعية للمضربين إحنا نحترم قارار العدلة ونلتزم بقارار العدلة ولكن نقول الجواب العدلة إلى إضراب وإلى مشاكل حقيقية لن يحل بهذه الطريقة ربما ارتكاب خطأ من الطرف لوضع شكوى العدلة والناس داخلين في نقاش ربما كانوا يأجلوا علىها ما داروش بثمان الإضراب لمدة شهر ولل 15 يوم من قبل علىها تخليهم حتى يجيوا طاولة الحوار وترفع الآن يعني باش نحيلهم كل إمكانيات النقاش والحوار منهم كان من الأحسن يعني من الأصح اللي كان خلينا هذه القضية على العدلة يعني بعض الأيام وكذلك إذا كان في خاطر حقيقي على المريض نحن نفعل الأدوات اللي تخلي السلطة تاخد دور صحة ولكن المشكل إذا كان ما حلش اليوم يبقى مطروح وتعاود نولي نفس صراعات بنفس طريقة بنفس الكيفية نعم شكرا لك سيد صالح والرئيس نقابة نقابة طباء العامين شكرا جزيلا لك الأستاذ عثامية الخميسي قاضي سابق وأستاذ في القانون شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة مشاهدين نوصل بقية الأخبار وللمزيد ترجمة نانسي قنقر